معنا من القاهرة أستاذ المناخ والبيئة دكتور علي قطب أهلا بك دكتور علي دكتور علي إذن ذوابان هذا الجريد الذي كان مرتكزا بمرتكزات العالم مشكلة حقيقية أولا دعني أسألك يعني هنا أين وصلت درجات هذا الذوابان أين نراها يعني في هذا التوقيت بالذات الحقيقة طبعا نحن نعيش في نصف الكرة الشمالي في أجواء شتوية وبدأت فيها الأجواء الرابعية في حين نصف الكرة الجنوبي هو فصل الصيف هناك واللي بدأ ينقضي ويأتي فصل الخريف وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الجنوب القارة بالتالي يؤثر على الجبال الجليدية بالزوابان زوابان الجليد مرتبط بارتفاع درجة حرارة الشمس ومرتبط أيضا بظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة الذي تجاوز الواحد وواحد من عشر درجة مئوية سيؤثر بالسلب على المحيطات ويؤثر بالسلب على الجبال الجليدية دكتور علي قبل ذلك أنا قبل ذلك سألتك عن المستويات التي وصل إليها الآن ذوبان هذه الجليد هل هناك دراسات هل هناك معلومات وكانت ناس أصدرت بحث منذ حوالي 15 أن جزء كبير من القطب الجنوب الجليدي بدأ الزوبان بنسبة 40% وهذا خطر كبير جدا 40% دكتور علي القطب الجليدي يعطي ارتفاع نعم نعم 40% على مدار سنوات قارب حوالي 30 سنة وبالتالي ارتفاع منسوب المياه له أثار سيبية زم تقرير أشار وحدك أشار أنه في طيارات هوائية صاعدة وطيارات هوائية هابطة بالنسبة للمحيطات وبالتالي الطبقة السطحية للمحيط المياه المحيط بتتأثر تأثرا مباشرا بالطيارات البحرية وتتأثر أيضا باتفاع درجة حرارة سطح المياه وأن ارتفاع درجة حرارة سطح المياه يؤثر أيضا على الطبقة العميقة والطبقة الوسطى لأن هناك طبقات مختلفة في عمق المحيطات وبالتالي تزيد من ظاهرة الأعصير وشدة الأعصير وعنف الأعصير دكتور علي بالنسبة لمنطقتنا لمنطقة العربية كيف ستتأثر من دوبان الجريد هناك في هذه المناطق؟ يعني ما أبرز أثارها المتوقعة؟ أبرز الأثار المتوقعة هو حدوث الأعصير التي تضرب في منطقة العربية تحديدا دولة عمان والإمارات العربية وإن كانت لا تتأثر تأثر مباشر بالأعصير إلا أن الأعصير تتحرك في المحيط الهادي ثم المحيط الهندي في بحر العرب وبالتالي قوة وشدة الإعصار في المحيط تؤدي إلى استمرار وقوة وشدة تأثيرها على المنطقة العربية في جنوب شرق الوطن العربي وأيضا في غرب الوطن العربي عند المغرب ومنطقة مورتانيا وهذه المناطق أيضا تتأثر بأعصير عندما يضرب إعصار منطقة المحيط الأطلسي وبالتالي قوة وشدة الأعصير التي قد تفوق المرحلة الثانية والثالثة وتصل أحيانا إلى المرحلة الرابعة وتصنف الأعصير بشدة قوتها وما تخلفهم الضمار بالدرجة العليا يعني الدرجة الأولى أقل تأثيرا من الدرجة الثانية وهكذا الدرجة الرابعة هي شدة أعصير قوية وتصل أحيانا إلى شدة السادسة دكتور علي بالنسبة للتغير المناخي هناك مقاربات يعني من المصادفات هنا أن الدول المتأثرة منها الولايات المتحدة هي من أكبر يعني الملوثين ورافعين درجات الحرارة في هذا الأرض ماذا عليها أن تفعل؟ هل هي نفس المقاربات بالنسبة للتغير المناخي أم بالنسبة لذواب الجليد نحتاج إلى مقاربة جديدة؟ الحقيقة أن هي لازم هذه الدول الصناعية الكبرى سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو روسيا عليها الكثير ونعول عليها في تخفيض نسب الإنبعاسات الكربونية لما لها من تأثير كبير على التغير المناخي وبالتالي تأثير كبير على المحيطات ومياه المحيطات وفي النهاية التأثير على الإنسان بصفة عامة لأن كل هذه الأضرار تؤثر بكوارث كبيرة على الظواهر الجوية المناخية التي تضرب المحيطات سواء كانت الأعصير أو الكائنات البحرية الموجودة في ذاك المحيطات لأنها لها درجة من الملوحة ويختلف تأثير الملوحة باختلاف زوابان الجليد لكن دكتور علي أنا سألتك عن المقاربة الموجودة اليوم هي معنية بارتفاع درجات الحرارة في الأرض بشكل عام هل نحتاج إلى مقاربة جديدة مختصة في ذوابان هذا الجليد؟ بالذات يعني بالتأكيد طبعا عندما يتم في المؤتمرات الدولية بيتم مناقشة كل الأصار المترتبة على التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض ارتفاع درجة حرارة ليست منفصلة عن تأثيرها على المحيطات وبالتالي لابد أن يناقش في المؤتمرات الدولية وأنا أعتقد أن المؤتمر القادم الذي سوف يعقد في نوفمبر القادم في دولة الإمارات الشقيقة سيناقش مثل هذه الأمور وتأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض على المحيطات وملوحة المحيطات ومدى تأثيرها على الغذاء العالمي لأنها كل لها مرتبط كما قلت لحضرتك بأن الغذاء العالمي الإنسان هو حياته مرتبطة بالمياه والغذاء والأكسوجين وعندما يحدث تغير في هذه المنظومة التي هي عناصرها الأساسية المياه والغذاء والأكسوجين فبالتالي بيتأثر الإنسان بعدة محاول مختلفة سواء كانت صحية أو سواء كانت غذائية أو سواء كانت محاور اقتصادية أو سواء كانت المحاور البيئية في جميع الأحوال ولذلك المفروض أن أعول على المؤتمر القادم بعد عقد المؤتمر الذي عقد على الأراضي المصرية في نوفمبر الماضي وإنشاء صندوق تمويل خاص بالكوارث الطبعية أن يكون هناك اهتمام كبير بتنفيذ القرارات والتوصيات التي أقرها مؤتمر كوب 27 وأن يكون الجديد هو التعويل على دراسة المحيطات ومدى تأثير التغيرات المناخية على المحيطات من القاهرة أستاذ المناخ والبيئة الدكتور علي قطب شكرا جزيلا لك